خدمة للأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية ونهوضا برسالتهم النبيلة يواصل جنود المغارب المشاركون ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا تقديم تضحيات مخضبة بالدماء وذلك في مختلف بؤر التوتر بالقارة التي تلتزم المملكة المغربية التزاما راسخا باستقرارها وتنميتها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس وقد أظهر المغرب على الدوام التزاما ثابتا ودائما لفائدة حفظ السلم والأمن في العالم وذلك انسجاما مع رؤية ملكية متبصرة واستباقية ومن أجل تحقيق هذه الغاية السامية المتمثلة في توفير الأمن والاستقرار للساكنة في مناطق السراع يساهم المغرب بما لا يقل عن 1700 فرد من الجيش وعناصر الشرطة المغاربة في عمليات الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الدمقراطية والسودان وجنوب السودان وتمثل هذه القوات عنصرا مهما في تواجد الأمم المتحدة في القارة وبهذا الانتشار يعد المغرب من بين البلدان العشر الأوائل من حيث المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية في القارة الإفريقية ويعود دعم المغرب لعمليات حفظ السلام إلى بداية القبعات الزرق وتطلع قوات المملكة المغربية بدور هام في العديد من عمليات حفظ السلام حيث تقدم المعرفة الميدانية والمساعدة على مستوى الخدمات الطبية من خلال إقامة مستشفيات في العديد من العمليات كما تقدم أيضا مساعدة تكنولوجية بالإضافة إلى المساعدة في ترجمة الوفائق والترجمة الفورية ومهام ميدانية متعددة هذا وقد عربت الأمم المتحدة أكثر من مرة وعلى أعلى المستويات عن امتنانها الكبير للدور المهم الذي يطلع به المغرب في عمليات حفظ السلام